دعت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الفرقاء إلى احترام الجدول الزمني الذي حدد بخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وتحديد موعد لإجارة الانتخابات وتسليم السلطة جاء ذلك بعد جلسة تشاورية عبر الفيديو عقدتها ويليامز مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار الأمر الذي يسلط الضوء على دور المرأة ومدى تأثيرها في الحياة السياسية في مجتمع يسيطر عليه الرجال في صنع القرار المرأة الليبية لا تزال تحارب من أجل الحصول على حقها في المشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية في بلد أنهكتها الحروب ومزقتها الخلافات واستهمنت الرجال على الحياة السياسية فبعد تعثر جهود المجتمع الدولي في نزع فتيل الحرب الأهلية ودفع عجلة الاستقرار وإجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا الشهر الماضي دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز الفرقاء إلى احترام الجدول الزمنية الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسية وهو شهر يونيو من العام الجاري الذي يعتبر أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليها والمتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة دعوات ستيفاني لم تاتي خلال جلسة مع جماعات سياسية أو حزبية بل تمت بعد جلسة تشاورية عبر الفيديو عقدتها مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسية الأمر الذي جدد أمال النساء الليبيات بالحصول على دور أكبر في إعادة بناء اقتصاد بلادهن والمشاركة كذلك في صنع القرار السياسية وعن مشاركة النساء في الانتخابات التي لم يحدد بعد موعد آخر لإجرائها تسعى المرأة الليبية للتنفس على مقاعد البرلمان على المستويين العام والخاص حيث تستعد النساء للمشاركة في الانتخابات من خلال المنافسة على المقاعد المخصصة المعروفة بالكوتة النسائية والتي تمثل 16% من مجموع عضاء البرلمان البالغ عددهم أتي عضو كما أن المرأة ستنافس في الانتخابات القادمة على المقاعد العامة في الدوائر الفردية في بلد يسمح فيه القانون بصوت المزدوج للتصويت للمرأة فقط ورغم بارقة الأمل التي تتمسك بها المرأة الليبية والتأثير المتوقع لمشاركة النساء في الحياة السياسية إلا أن التحديات أمامهن لا تزال كثيرة لسيما وأن التغلب على فكرة مشاركة المرأة في صنع القرار في مجتمع ذكورية طبق التحدي الأبرز بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد الأمر الذي يجعل من مصادر تمويل حملتهن الانتخابية محدودة إن لم تكن معدومة أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي دعم تونس لجهود استئناف المساعدة السياسي في ليبيا ومساعي البعثة الأممية بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات جاء ذلك خلال لقاء الجراندي في تونس بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامس ووفق بيان للخارجية التونسية ذكر الجراندي بدعوة الرئيس قيس سعيد للحوار بين الليبيين بما يكفل استقرار البلاد وينعكس إيجابيا على المنطقة ولسيما دول جوار ليبيا من جهتها ثمنت وليامس الدورة التونسي الداعم للحوار بين الليبيين تنضم إلينا الآن الأستاذة فاطمة قندور أستاذة جامعية وباحثة سياسية ليبيا أهلا بك أستاذة في البداية رغم كل الأعداد دعينا نقول الكثيرة التي ترشحت للانتخابات حتى وإن لم تجرى كانت هناك محاولة نسوية محتشمة أين هي المرأة الليبية من كل ما يحدث في البلاد أهلا بك وشكرا على الاستضافة المرأة الليبية في وسط أو في مناخ مسلح يعني تتوازى فيه مع الرجل في تعرضها للعنف والانتهاك مدام السلاح مازال موجود ولا تحتكره الدولة المرأة الليبية في مشهد يعافر ويناضل برلمانية مثل فريحة البركاوي من مدينة درنة هذه يمنعها تيار متطرف من أن تترشح كبرلمانية لكنها تعافر وتذهب للترشح وحتى عندما قدمت استقالتها كموقف أبدته عندما انتهى فترة مؤتمر الوطن العام يجري اغتيالها وهي تدافع عن موقفها السياسي وموقفها المدني تجاه حلم بليبيا دولة ديمقراطية سلوى بوكعيقيس أيضا النساء الليبيات ينضينا في نضال أنا أعتبرها مرحلة تبرز فيها المرأة وهي تعافر في مشهد عسير وصعب أسست سيدتين حزب في الآخر 2011 ولا يتحدث أحد عن ليبيا في منطقتنا في بعض الانتفاضات العربية وأنا أكتب عن مشوار النساء في الانتفاضات وارتداداتها أيضا على دول مجاورة كيف عافرت النساء هنا سيرت خمسين سيدة مشاركات في الانتفاضات ويحكينا عن أحلامهم وتطلعاتهم وأيضا عن الخطوات التي بدرنا فيها سواء سياسيا أنا أجري مقابلة مع برلمانية أول برلمانية يصدر ضدها عقوبة من تيار الإسلام السياسي في ليبيا مثلا حقوقية أول من أو شاركت في مظاهرات أول ميدان التحرير ببنغازي هذه وثيقة قد يجري نسيانها ويجري إقصائها سواء من سلطة تريد سرديتها وعدم ذكر منجز المرأة فيها والخطوات الوعرة التي تخطوها الآن في ليبيا تتقدم مترشحات مثلا في دائرة بنغازي على الكوتا وعلى العام الأرقام التي صوتت في أول انتخابات ليبيا 2012 ذهبت إلى التصويت إلى تحالف مدني فيما كانت جيرتنا مصر وتونس تصوت لنهضة وتصوت لتيار إسلامي لمرسي في مصر رغم جدة التجربة الليبية لقطيعها حوالي 60 سنة المرأة الليبية في 63 أخذت حق الاقتراع في الصندوق لكنها في فبراير مع حراقها ومع نشاطها ومع إسراءها أخذت حق الترشح جميل أن هناك سياق تاريخي أكيد وخلفية تاريخية لمساهمة المرأة الليبية في الحياة ليس تاريخي فقط هو إلى هذه اللحظة أنا لا أسر التاريخ فقط أكيد نحن نريد أن نتحدث عن هذا من أجل خلق حضورها هذه هي النقطة أستاذ فاطمة غندور لو سمحت في المقابل هل تعتقدين أن هناك اليوم جو ملائم لكي تظهر المرأة الليبية مساهمتها في حل المشهد الليبي التي التقت بهم السيدة ستيفني سواء المستقلات أم من يتبعنا تيارات هي مهيمنة على الأرض فيها المسلح وفيها الإسلامي لكن من برز في لجنة الحوار حتى وهي فشلت هم السيدات المستقلات من كشفوا ما جرى من رشا ومن شراء ذمم هم السيدات المستقلات في هذه اللجنة أنا أتحدث عن معافرة سيدات ليبيا من أجل إطلاق صوتهم ومن أجل ممارسة الدور وإلى هذا اليوم من يتحدث ومن يصرح مثلا عن لجنة الدستور هي السيدة فاطمة عمران التي نسمع صوتها وهي تتحدث عن هذه اللجنة أكثر نشاطا من سادة موجودين في هذه اللجنة لا يدافعون عن الدستور قلة قليلة جدا منهم أنا لا أتحدث عن تاريخ فقط جرى إنجازه أنا أتحدث عن هذه اللحظة أيضا التي تتقدم فيها نساء ليبيا في واقع مسلح في واقع مسلح وظروف صعبة وجرى تجاههن ممارسات انتهاك وعنف لكنها لم تتراجع سيدات إلى هذه اللحظة يتقدمنا هناك كوتا منحت في المجالس المحلية مقعد ملزم للمرأة هذا جديد على ليبيا أن تكون مرأة في كل مجلس محلي في قرية ليبيا هذه تتحرك من أجل النساء ومن أجل بناء صنع القرار ومن أجل التمكين أيضا سياسيا واقتصاديا لها هناك خارطة في ليبيا صحيح في واقع عنف وواقع فيه السلاح مهيمن لكن أنا أراه مشهدا نضاليا مشهد يبنى في خطو وإن كان الطريق متعسر لكن هناك خطوات وهناك ما ينجز سواء لما تتقدم السيدات الآن لرئاسة الحكومة في الانتخابات وأيضا من تقدمنا للانتخابات وكنت سيدة في طرابلس في 2012 كنا عشر سيدات وسط 146 ولم نتراجع واشتغلنا حتى ولم نفوز مثلا بالصوت هؤلاء السيدات إلى هذه اللحظة كانوا معي ويشتغلون إلى هذه اللحظة لإبراز صوتهم ولصنع القرار لكن أنا في ظني المشهد النساء الليبي لا ينظر إليه واقعا على الأرض كم قناة تذهب وترى مدن الأطراف النشاطات البارزة التي فيها أنا بالمشهد وبالصحافة منذ آخر التسعينات مدن الأطراف لم أرى فيها سيدة في مجلس محلي لم أرى سيدة تنتمي إلى حزب لم أرى سيدة تمارس دورا سياسيا على الأرض وتعافر إلا بهذه الفترة وهذه السنوات صحيح هو متعسر وهو صعب لكن هناك جمود كبيرة للليبيات على الأرض تقبل أكثر بهجة للمرأة الليبية وأكثر مساهمة شكرا جزيلا لك أكثر تغطية أكيد تغطية حاضرة شكرا لك أستاذ فاطمة غندورا الأستاذ الجامعية والباحثة السياسية الليبية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا لك